بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلِّم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درس الليلة من كتاب شعاب الأيمان للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي باب في طاعة قل الأمر فصل في فضل الإمام العادل عن داود بن أبي أهند عن حسن النبني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام قالوا سلنا ربك يبي لنا علم رضاه عنا وعلم صخطه فسأله فقال يا موسى أبلغهم أن الرضاية عنهم أن أستعمل عليهم خيارهم وأن صخطي عليهم أن أستعمل عليهم شرارهم هذا الباب يتعلق لطاعة ولي الأمر فالمصنف عادته في الأبواب أن يبدأ بالقرآن بالنصوص الواردة في كتاب الله ثم بالأحاديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالأحاديث في السنن التي فيها مقال وإذا انتهى من ذلك بدأ بالآثار أي عن الصحابة ثم ما ورد على لسان الصحابة نقلاً عن بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لأن الأصل أنك لا تقول أن الله قال أو أنزل أو حكى إلا إذا فيه نص وما جاءك عن بني إسرائيل لا تعرف أهو ثابت أو غير ثابت فلما كان الأمر يتوقف فيه المسلم أن ينسب قولاً إلى الله وإلى رسوله دون سنة يعلم أن هذا لا يجوز وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما ورد عن بني إسرائيل حدثوا عنهم فإن كان ثابتاً فالحمد لله وإن لم يكن ثابت وتعلم أن ما ورد على لسانهم لا يعارض نصاً في سنتنا ولا في شرعنا حدث به فإن علمت أن فيه معارض فاتركه هنا يروي عن بني إسرائيل عن موسى عليه السلام عن الحسن أي الحسن البصري يقول أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام كم بين الحسن البصري وموسى عليه السلام مئات السنين لكن هنا هو في هذه الحالة حدثه كعب الأحبار نقل عن أحد من قرأ في الكتب الكتب الأنبياء قبلنا كعمر بن العاص وغيره وهو يروي هذه الروايات التي جاءت نقلها الصحابة عن بني إسرائيل فيقول رحمه الله أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام قالوا سلنا ربك يبين لنا علم رضاه عننا وعلم سخطه يعني يا موسى نحن لا نعلم هل أن الله راضٍ عننا أو سخط عننا الله عز وجل لم يجعل علامة للمؤمن أن الله يرضى عنه أو يسخط عنه لأن الأمر غير مكشوف حتى والمرء يجلس مع المنافق والكافر قد لا يدري ما هما والله عالم بضمائر الناس وسرائرهم وهذه من حكمة الله عز وجل أن أخفى العاقب على المؤمن ليكون بين رجاء وخوف لا تدري قبل منك أو لم يقبل مع أن الله قال بشر المؤمنين وبشر الذين آمنوا عملوا الصالحات فالمؤمن يرجو لكن لا يدري ما الخاتمة لا يعلم ما الذي يختم الله به ولذلك وفي خوف رجاء وغلبة الرجاء على الخوف من حسن الظن بالله عز وجل وهنا ليش تناك علامات لكن فيه بشارة المؤمن له بشارة الرؤية الصالحة ورؤية المؤمنين للمرء بأمر كان فيه خير له وثناء الناس عليه هذه بشارات في الحياة الدنيا ثم البشار عند الموت لما يأتي ملك الموت يبشره ذاك الحين لما جاءت الآية في قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة منها هذه البشارة هذه البشارات علامات والمرء أحيانا تصخ نفسه ويرى أنه قريب من الله عز وجل لصدقة عملها أو دعوة أو عمل صالح هذه إحدى البشارات التي ينالها المسلم أما أن تعلم أن الله راض عن هذا أو صاخط عن هذا فالله أخفاه عن عباده بحكمة يعلمها كما أخفى ليلة القدر وكما أخفى ليلة الإجابة في ساعة الجمعة لأن الناس يعملون فمن يوفق لها وقد ولا يوفق لها وهنا قال بين لنا أخفى أورد البيهق هذا الأثر تحت أي باب تحت باب طاعة ولي الأمر أين وجه الكلام الذي يدل على أن هذا تحت هذا الباب ما يأتي بعده اسمعوا ما يقول قال موسى عليه السلام سأل موسى ربه فقال يا موسى أنبئهم أن الرضايا عنهم أن أستعمل عليهم خياره إذا جاء من هو من أفاضلهم و رجل من أحاسنهم سلوكا فأنا راض عنهم وإن استعملت خلاف ذلك فأنا ساخط عنه هذا الحديث فيه سند ما معنى السند أي أن الذي نقل هذا الحديث قال روى فلان وفلان وفلان الجماعات سموها سلسلة هذه السلسلة في أحدها رجل أتهم بالكذب معنى الحديث ضعيف ولا صحيح معنى ه ضعيف جدا فنحن نقول نرويه كما سمعتم انتقل إلى ما بعده عن معاذ أخبرني عمران بن حدير عن الصويت قال قال كعب الأحبار إن لكل زمان ملكا يبعث الله على نحو قلوب أهله فإذا أراد صلاحهم بعث عليهم مصلحا وإذا أراد هلكتهم بعث فيهم مترفيهم إن إن لكل زمان ملكا كل زمان نعلي في فترة الخطاب للأمة الإسلامية كلها ويعلم الله أن الأمم ستتعدد ليست خلافة واحدة ويقول الله عز وجل الملك بمعنى الحاكم الحاكم قد يكون عسكري قد يكون ملك قد يكون أمير قد يكون شيء آخر الشاهد أن لكل زمان على الأمة رجل مطاع ويقول الله عز وجل ويقول كعب فيما ينقله عن بني إسرائيل قال إن لكل زمان ملكا يبعثه الله على نحو قلوب عباده قلوب أهله الملك يتصدر الأمر ويتصدر الحكم والتصل على أمة هذه الأمة يقول كعب الأزمن تختلف فإذا حل زمان ملك الله عز وجل يختار هذا الملك على مثل ما في قلوب العباد قلوب العباد تختلف لكن يتفقون على أشياء تنقسم ثلاثة أو اثنتين لا غير رسم يحب الشهوات أنواع الشهوات كثيرة شهوات الفرج وشهوات البطن وشهوات السمعة وشهوات الرئاسة والشرف فالناس تختلف وإذا كانت الدنيا إما مال أو جاه أو سلطة أو تجمع أو ما إلى ذلك لكن كلهم يشتركون في شيء واحد أنهم كل يرغب في جمع هذا الحطام بما استطاع وفريق آخر يدعو الله عز وجل ويرجو وجهه الكريم يعمل الصالح وقلوبه مع المؤمنين وينتظر داعي الله له ليذهب إليه وفريق آخر يجمع بين الدنيا والآخرة هذا الفريق الآخر إما يغلب عليه هذا أو يغلب عليه هذا أو يجعل الدنيا وسيلة إلى الآخرة ما في قسم غير هذا فالله عز وجل يقول قلوب العباد إن كان أكثرهم يريد الشر والخير هذا الملك يأتي وفق ما فيها وفق رغبة هؤلاء إن أراد الدنيا وهو يأتيهم بتعس وظلم ويولي عليهم من ينافسهم في دنياه وإن أراد الآخرة فالله عز وجل يبعث ملك من يتلطف بهم ويقوده من الآخرة أما هذا معناه صحيح فيما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما الحاكم حسب البطان التي حوله فإن كان ما حوله كلهم يريدون وجه الله والنصيحة وعدم الغش والخداع ويرغبون في علو المسلمين ورفعة شأنهم يكرهون البغي والظلم والفجور غالبا هم يؤثرون على الحاكم فيسير بسيرتهم هذا وارد وإن كانت بطانة السوء قادته إلى ذلك هذا المعنى له وجه في السنة وما جاء عن الشرع اسمعوا الحديث هذا الأثر عن كعب لتعلموا أنه يوافق ما جاء في شرعنا إن إن لكل زمان ملك يبعث الله على نحو قلوب أهله وإذا أراد صلاحهم بعث عليهم مصلحا وإذا أراد هلكتهم بعث فيهم متر فيهم هذا في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية يعني إذا أراد الله عز وجل دمار أهل قرية القرية في لغة القرآن والسنة بمعنى الجمع العظيم في المدينة الكبيرة القرية ليست ليس معناها كما هو متداول عندنا القرية بمعنى جزء من مدينة كبيرة نائية على أطراف المدينة قد يكون فيها مرافق الحياة التامة وقد تكون أقل لكن ناسها أقل وأعمالها أقل كالقرى التي نعرفها الآن لكن القرية في لغة القرآن ليست كذلك هي العواصم الكبيرة لما أراد قريش أن تعترض على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف ينزل القرآن على هذا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أعظم القرى في الحجاز ذاك الزمن أو في الجزيرة مكة والطائف لما لا يكون صاحب هذه الرسالة الشاهد أنه قال من القريتين ويقول هنا يقول ربنا سبحانه أمرنا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها الأمر هنا أمر كونه بمعنى أن الله عز وجل قدر وأمر قضاء وقدر أمره سبحانه إذا كان قدريا يعني بمعنى كونه في القضاء الأزل لا يفلت عنه أحد كلهم خاضعون له فإذا أراد إمراض أمة أو أهلاك أو فقر أو إنعاش لا أحد يستطيع أن يرد أمر الله بخلاف الأمر الشرعي فرك هذا الأمر لاختيار الناس لأن الأمر الشرعي هو التكليف الذي يحاكم الله به عباده من أطاع فله كذا ومن عصى فله كذا وهنا قال أمرنا مترفيها مو أمر شميع الله لا أمر بالفحشاء لكن أمر قدري والمترفين هم الملأ في القوم الملأ يعني أشراف الناس وأعاليهم أصحاب أموال وأصحاب رئاسة وترف يغلب عليهم حب الدنيا ولذا لا يريدون أحد أن ينافسهم إلى ما هم فيه وإذا جاء صاحب دعوة علموا أنه ينافسهم فلذا هم في الأغلب يكرهون الدعاة ويجعلون في طرقهم كما كره الرسل من قبل ويقول الله عز وجل نجعل هؤلاء ذو أمارة على أولئك القوم فتعسفوا فيهم لأن قلوب العباد كانت على ذلك الشكل فبعث الله عليهم هذا اخر ما بعد قال كعب الأحبار إن لكل زمان ملك يبعثه الله على نحو قلوب أهله فإذا أراد صلاحهم بعث عليهم مصلحا وإذا أراد هلكتهم بعث فيهم مترفيهم يا عبد الله لا تظن هذا مجرد خبر كما تقول إذا رأينا مخيلة مخيل يعني سحاب سبقتها مبشرات يعني رياح فيها غبرة لما كانت هذه توطئة على أنه يأتي بعدها ما يسر به المسلم تقول هذه ممطرة إن شاء الله يوم تخبر القوم بذلك مو لأجل أن يفرحوا فقط ولا لأجل أن يعلموا منك ذلك فقط إنما ليتهيأ أصحاب البهائم وأصحاب المزارع ومن له علاقة بالأمطار في المياه وغيرها يتهيأ هذا يسمو لازم الخبر لما ذهب فلان إلى قوم هم أعداء له وتقول هؤلاء معاهم سلاح ما تريد الخبر لهذا المسلم إن هؤلاء عندهم سلاح هذا خبر هو يعلم ذلك لكن تقول يا عبد الله إن هذا العلم يلزم منه أنك تستعد وتلبس عرفنا الخبر ولازمه هذا الذي قرأناه أخبار ما هو لازم هذا الخبر قال الله عز وجل أن الله إذا أراد قوما يبعث مالك يكون على نحو قلوب العباد أي يا عبد الله أصلح سريرتك وانصح من حولك وحاول أن تقربهم إلى الله عز وجل بطهارة النفوس وعدم الغش والتوجه إلى الله عز وجل لأن هذا النصح والنصيح إذا صلح القلب صلحة الرعية إن اجتهدت أنت واستطعت أن تقنع من حولك إن غلب الأمر على الصالحين فالحمد لله أنت ساهمت وإن لم يغلب وأراد الله خلاف ذلك إذا أراد الله خلاف ذلك يا عبد الله لحكم يحبها هو وإن كنا نحن نتعذى إذا رأيت المسلمين حطمت ديارهم وعلى أهل يعني علوا عليهم على أهل الكفر عليهم استاء المسلم ظاهر الأمر إنما يجري حيث الاعتبار لكن اعلم أن هذا الأمر ما خرج عن إرادة الله الله يعلم ذلك ولم يحصل إلا بإذنه وهي حكم من حكم الله عظيم تخفى علينا هذه الحكم يحب الله عز وجل نحن لا نعلم بها لكن التظهر في الأخير سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني القرآن حق القرآن ذكر أن الله عز وجل سيعذب العاصي وسينعم على المطيع وأن أتباع الرسل لهم النصر ولهم الأولى والآخرة وأن من خالف كذا وكذا الله عز وجل يقول من لم يعلم ذلك ولم يتحقق ولم يؤمن به سنريه ذلك يعني تلك الآيات التي ذكرها الله عز وجل في النفس وفي الآفاق إذا عصى المرء العاقل الذي عنده شيء من حياة قلب ولب يدرك أن هذه الشضاة التي خرجت من المركوب الذي يتقدمه فأصاب عينه أو خدشه في أنفه ما جاءت سدى ما هي مصادفة لكن العاقل يربط هذا الحدث بما سبق منه قد يفوت هذا ثم يأتي حادث آخر ولا يربطها ثم ثالث ثم رابع إن لم يستيقظ فهو كالمنافق المنافق يمرض ويضر ويشبهه صلى الله عليه وسلم كالبعير يقاد فيناخ ثم يربط فيبرك فإذا أرادوا القيام والشداد والرحيل حلوا عنه رباطه وأطلقوه فالبعير لا يدري لما ربط ولما حل عقاله كذا المنافق لكن المؤمن إذا أصيب يدرك أن الله عز وجل في قوله من يعمل سوء يجز به لا يفوت هذا كل مبتلا إلا وسبقت منه ما استحق به ذاك الابتلاء لا بد من استغفار والرجوع من لم يعلم هذا كما أخبرناكم سيعلم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أما الآفاق ما يجري في الكون تسمع قرية حل عليها عقوبة الله عز وجل زلزال أو فيضان أو حروب قتال تعلم أن هؤلاء الذين حل بهم النكبات ما سبق بالمعاصي إذا سمعت الزلزال وسمعت فيضان حل بقوم إلا وتعلم أنه مصائب أغلبها لا يخلو من أمرين ربا وزناء في الغالب إن الله يغار على عباده تجد إن إما الربا فاش فيهم يأكل القوي الضعيه فيسلبه ماله أو تجد أنه لا يعتبرون حرمات ويعتدون في الفروج اربط هذه ستجد إن شاء الله صحيحا فإذا علم المرء ذلك أو ذكر سبحانه هذه الآثار وذكر البيهقي رحمه الله هذه الآثار ما المراد مجرد خبر لتعلم أنه سيكون سيكون لا قد يكون خبر لا تدركه ولا تدري ما لوازمه وتستغرب ينزل عيسى بن مريم آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية وتعلم أن بينك وبين عيسى لا زال فترات طويلة لا تقول أين لازم الخبر لأن هنا معناه استعد يا عبد الله بلغ الرسالة وانصح من معك لأنك لو مت أديت ما عليك وإن استطعت أن تكسب عدد فإن الله يبعث عسب قلوب العباد لكن نزول عيسى والأمر بالاستعاذ من الدجال إيش معناها يا عبد الله معناها تيقن الاستيقان زيادة عن العلم وليكن معك يقين الارتياب فيه أنه سيحصل كذا وكذا فإن فسح الله في عمرك وأدركت ستبين لك ذلك وإن لم يكن ذلك فيقينك بوعد الله عز وجل وتحقيقه سيكون هذا اليقين هذا العلم تؤجر عليه ودح الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب جاءت كثير في آيات الله ذكر الله عز وجل من أوصافهم أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة معنى الإمام بالغيب أحد مسائل الغيب هي هذه التي لم تقع فمدحهم أنهم يؤمنون بما قال الله عز وجل اقرأ يا عبد الله سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن حمش يقول سمعت أبي يقول اللهم بما كسبت أيدينا صلت علينا من لا يعرفنا ولا يرحمنا اللهم هذا إبراهيم بن حمش يحكي عن أبيه يقول كان من دعواته يقول هذا الدعاء اسمعوا اللهم بما كسبت أيدينا صلت علينا من لا يعرفنا ولا يرحمنا يعني يا ربي جاءنا من يتعسف في أمورنا فيقتل من شاء ويطارد من شاء ويسلب مال من شاء هذه بذنوبنا يا الله ما نوع هذا الخبر أن تقول لله عز وجل الذي حصل لنا هذا من الأذى والمكروه بسبب ذنوبنا اعترافك بالذنب يا عبد الله أحد أنواع التوبة لأن كل توبة لا بد أن يسبقها اعتراف اعترف بخطيئتك كما قال آدم عليه السلام ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ويونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت قال سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الاعتراف فيه انكسار وذلة وأنك تخبر ربك عز وجل وهو عالم بما فعلت أني صاحب خطيئة أي يا ربي أنا مكسور الخاطر لا يجبره ولا يرفع ويدفع عني شر هذا إلا أنت والله عز وجل يحب من العبد أنينه وانكساره ما يقولها بزهوء لأن أنين التائبين قد يكونوا أحب إلى الله عز وجل من تسبيح وتكبير أولئك في ظلمات الليل وقلوبهم بعيدة فالانكسار أحد أنواع التوبة لأن المر يقول ما وجه هذه وما مناسبتها للباب رجل يقول يا ربي بذنوبنا صلط علينا هذا مجرد إخبار يعني هذه يا رب اعترفنا اكشف عنا الكربة فجاء أولا بأسلوب الانكسار لما تأتي للرجل تقول أنت أبيض الوجه نقي الثياب عرفنا ثناءك من القوم حولك ولا نسمع عنك إلا خير وتطيل هذا المديح ثم تنصرف يعني قصده يا عبد الله أطلب شيئا من فضلك وإحسانك وما قال هذا لكن بين أمجاده لأن هذه يراها من كان فيه قليل من نخوة أو حمية عنده أولى من أن يقول وراء يا أطفال وبيتي يبغى له أجار وأنا محتاج لكن ذلك كان أولى ولذا الثناء على الله عز وجل أولى من أظهار المسكنة ذاك فقر يحبه الله الله عز وجل يحبه من عبده إظهار المسكنة والفقر لكن تأتي فتقول يا رب أنت الماجد الكريم اللطيف بعباده أثار رجودك عمت خلقك كلنا مفتقر إليك لما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة ثم قال بعده أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أفضل الدعاء ثم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لابد من صلة بينهم يا عبد الله لابد من ارتباط فيأتي فيستغرب البر لا إله إلا الله فيها دعاء لما قال أفضل الدعاء أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أي يا عبد الله أكثر من الدعاء مو متاع الدنيا وأغراضها من الصحة والعافية وشيء من متاع الدنيا لتستعين بها على الآخرة فإذا قال المرء لا إله إلا الله يظن أن هذا مناقب لأول الحديث ما فيه مناقبة لأنك إذا مجدت الله عز وجل فأنت سائل له لا قلت أنت الودود الغفور الرحيم وقرأت قل هو الله أحد أي يا من له هذه الصفات العلا إني عبدك أسألك بهذه الصفات أن تمن عليه فلم تأتي بالسؤال واكتفيت بالتمجيد هذا قال اللهم لنا ذنوب اعترفنا بها وبها صلط علينا من أذانا يا ربنا ارفع هذه فلم يقل ارفع هذه لأن من تكلمه يعلمك ولذا لما تأتي للذكي النبي الذي يعرف يعرف الأمور ما اطل عليه يستوحش ما تقوله حصل كذا وحصل كذا لأن كثرة المسألة المعروفة فيها ملل يسأم السامع منك هذا الكلام لكن لما يكون ذكي واضح تلقي عليه كلمتين وتنصرف يدرك منها ما الذي تريد اقرأ ما بعده أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكون كذلك يؤمر عليكم عن أبي إسحاق السبيعي ثابعي الحديث مرسل فيه ضعف أحد أنواع ضعف هذا لكن معناه صحيح قال كما تكون يول عليكم يؤمر عليكم هذا موافق للحديث السابق الحديث كذا إذا أراد الله بأمة صلاحا بعث عليهم نحو قلوب عباده والأثر السابق هذا كذلك يجاريه هذا موجود في السنن هذا الحديث موجود في السنن وهو مرسل يقول كما تكون يؤمر عليكم أي كما كما أنتم على هذا الشأن وهذه الحالة من القلوب الصافية والقلوب الطاهرة يعني أكثر ما في أمة هكذا لابد فيها من خليط لكن الأغلب والقوة لهم ولا يظهر منكر إنما هو خفي وإذا كان كذلك تولى عليهم من هو كذلك وهذا مشاهد كلما قوي أمر الإيمان في قلوب العباد لا يأتي إلا من يعلم أن تتبع مرضاتهم في طاعة الله هو الذي يمكنه من السير لكن إذا كانت الأغلبية أصحاب فواحش وشهوات ولا هوات ويعلم أن الإمام يعجز عن ذلك يطيعهم في آخر الأمر إلا من غلب عليه كأصحم ملك الحبشة الذي آوى إليه الصحابة وأكرمهم وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب هذا كان لا يستطيع أن يحكم بالدين وبالإسلام لأن هذه قدرته قدر الإمكان يعدل لكن لا يستطيع كذا فإذا ابتلي قاض أو حاكم تحت الحاكم الأول أجبر أو علم أنه إن لم يكن صاحب هذا المنصب سيتولى من يفسد فأخذ أخذ احتسابا معشن الراتب لا ما نظر إلى هذا أو أنه لا يأخذ شيئا ثم يعجز عن إقامة العدل فإذا أتى بما استطاع فهذا هو العدل بعينه سيما إذا أنصف الناس في الظلم أنصف الناس في العدل أعطاهم كلهم مشى الظلم على الجميع ومشى العدل على الجميع على القدر أدى ما عنده فهذا لا يقال عنه فاجر وظالم لأنه هذا استطاعته فهو عادل في ذاك الزمن على هذا القدر هذه أحد معاني ما جاء في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لهم القدر وصد عن سبيل الله ولم يعملوا بحكمه ثم جاء أهل التوراة فذكر الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ثم قال في الأخير وأولئك هم الظالمون ففرق بين الكفر والفسوق والظلم لأنها درجات الأولى أصحابها مخلدون في النار والثانية كفر دون كفر أي كفر لا يخرج صاحبه من المنة اقرأ ما بعده عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال حدثت أن موسى إذا قال كما كما أنتم يول عليكم لو تتبع المرء المسلم بعين البصيرة مو بعين الباصرة عين البصيرة يعني تأمل من القلب إذا رأى وسرد التاريخ ورأى الأمم التي حكمتها ملوك وحكام وغير ذلك ما يجري في دولهم من الأمور العجيبة العظيمة تعلم أن العدل له أثر عجيب في إنعاش الأمة وفي فتوح باب الخير وفي صفاء القلوب وبالعكس فهذا يبين مصداق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون يؤمر عليكم نعم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال حدثت أن موسى أو عيسى عليهم السلام قال يا ربي ما علامة رضاك عن خلقك فقال عز وجل أن أنزل عليهم الغيث إبان زرعهم وأحبسه إبان حصادهم وأجعل أمورهم إلى حلمائهم وفيئهم في أيدي سمحائهم قال يا ربي فما عالامة الصخط قال أن أنزل عليهم الغيث إبان حصادهم وأحبسه إبان زرعهم وأجعل أمورهم إلى سفاءهم وفيئهم في أيدي بخلائهم هذا خبر عن بني إسرائيل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ما ندري ما نصدق ولا نكذب لأنك لو صدقت قد يكون ما صح عنه قد يكون معناه صحيح في إسلامنا في ديننا لكن ما ثبت هذا عن موسى فلا يجز تحدث به فلا يجز أنك تحدث به أو يكون غير صحيح فلا ينبغي أن تصدقه ولا تصدق فإن كان صوابا فالحمد لله وإن كان كذبا فأنت خرجت من العهدى حدث عنهم وقل هكذا يقولون سيما في الأمور العجيبة التي تجري عليهم فيهم قصص لو تقرى عنهم من العجائب شيء عجيب والأمة هذه الأمة ستقتفي آثارهم عذو القذة بالقذة يعني يمترب السهم أناس يتناضلون النضال معناة المهارة في الرم أيهم يصيب الهدف كلهم يتوخى أن يصيب الهدف منهم من يصيبه من يكون قريب منه ومنهم من يكون قريب من النبل الآخر هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ستخطو خطوات بني إسرائيل يأكلون الربا والخنزير ويستحلون المعازف ويحتلون على هذا الدين أما هذا نشاهدهم بلغ منهم أنهم ينكحون المحارم وقد نسمع هذا في أمم الإسلام نسمع والله أعلم ونسأل الله العافية والسلام لكن الشاهد فيهم من القصص شيء عجيب كيف المرأة تخرج متعطرة وتلبس حذاء من خشب لتعلوا وتتطل على النساء نجد هذا موجود تجد المرأة تجد تعمل لها قص من الشعر ثم تخرج كذا وتجد لها مواعيد وغير ذلك من الرجال ما يفعلون من حي ولو منكر فيقول صلى الله عليه وسلم راحين تتبعوهم خطوة خطوة فإذا قصر أحدكم خطوته عن خطوة هذا المتبوع فإنه أحيانا يطابقه هنا اسمعوا هذه الرواية عن موسى عليه السلام اقرأ العبارة قال حدثت أن موسى وعيسى عليه السلام قال يا ربي ما علامة رضاك عن خلقه يا ربي يعني كيف نعلم أنك راضيا عن هؤلاء أجابه الله عز وجل بهذا الجواب وقال عز وجل أن أنزل عليهم الغيث إبان زرعهم وأحبسه إبان حصادهم إبان يعني وقت والفرق بين إبان الشيء ووقته الوقت قد يكون متقدم كثير وقد يكون قريب أما الإبان يعني قريب من الموعد إذا قرب موعد الزراعة أنزل الله عليهم المطار فأن فأنبت فأنبتت ما بذروه وأخرج لهم خيرات الأرض قال إذا علامة رضايا أنزل عليهم المطر وقت الذي هم يحتاجونه بالزرع لأجل رعي البهائم أو إخراج الثمار لأجل أن يأكلوه نعم وأحبسه أيام حصادهم أيام جني الثمار وحصاد الحب وغيره يحبس عنهم المطر لأجل أن لا يتلف المحصول يعني أعطيهم حاجتهم ذاك الوقت وأمنعه يومهم لا يرغبونه وفق رغباتهم وتتبع لمحابهم قال ذلك علامة رضايا على الخلق اقرأ ما بعد وأجعل أمورهم إلى حلمائهم وفيئهم في أيدي سمحائهم الأمور جمع أمر ما هو الأمر الذي هو افعل أو لا تفعل لا الأمر هنا تلك جمعها أوامر أما هذه جمعها أمور واحدها الأمر والأمر بمعنى الشأن والحدث والقضية ويقول قضاياهم وشؤونهم أجعلها في أيدي حلمائهم الحليم الذي يرى ما يغير فلا يستفذه الغير ما يكون حلم إلا بعد غضب ولا يأتي بعد غضب إلا وشيء من مكروه يصل إلى ذلك الغاضب إما سماعا أو حسا فإذا حلم فلم ينتصف وصبر عليهم يقالوا فلان حليم لكن لا يقال حليم إلا مع القدرة لا يقال حليم إلا مع القدرة على الانتصار والله عز وجل أحلم الحلماء ومن أسمائه وأصفاته أنه حليم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الحليم حلمه لا يعادل شيئا من حلم عباده قال كم يشتم العباد ربهم يزعمون أنه يلد وأنه له أولاد وله بنات مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويصح أجسامهم فمن اتصف بمقتضى صفات الله عز وجل إن لله تسعا وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة إن لله يعني يستحق إن لله تسعا وتسعين اسما هذه اللام لام الاستحقاق والخبر ما جاء للحصر ما قال إن أسماء الله في تسع لا لم يقل ذلك قال لله تسعا وتسعين أي من أسمائه العسنة أسمائه العسنة لا يحصطي أحد حصرها منها ما يعلم من الكتاب والسنة ومنها ما استأثر الله بعلمه لا يدركه أحد ومنها ما يفتح على المرء يوم القيامة حين يرى الله عز وجل وتدعو الله ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها ولله تسع وتسعون أسماء أي من هذه الأسماء هذا الرقم لأنه سبحانه وطر يحب الوطر ما معنا وطر يعني لا ثانية له هو أحد وكلمة أحد في الإثبات لا تطلق إلا على الله عز وجل يعني لا ثانية له في جميع مخلوقاته لا من حيث التمثيل ولا الكيفية ولا القدرة ولا الحلم ولا السعى هو أحد سبحانه لا تقل لأحد إلا الله عز وجل إلا إذا جاءت في طريق السفهام أو نفيا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء سبقها نفيا هنا الله عز وجل لما ذكر هذه أي عبد الله احرص على أن تتخلق بسفات الله عز وجل وإذا كان حليما فليكن فيك حلم اصبر على ما تناله من مكروه لا تنتقم ولا تقم تحاول تشتم من شتمك فإن حلمك في هذه يزيدك وقارا ويزيدك زكاة إيش معنى زكاة زكاة يعني طهر طهر من إيه هذه المعاصي الناس جمع دنس والدنس عن قادورات وأوساخ تلحق المرأة تلحق المرأة فتوهنه إذا شوفت واحد متكاسل لا يقوم إلا بعد الشمس وإذا قام إلى عمل قام خبيث النفس لا يخلص فيه ولا يتقنه وإذا خرج وإذا هو غاضب صاخط على الناس اعلم أن الذنوب دنسته وأصبحت نفسه فيه خبث ذاك الطاهر نقي يخرج إنما يريد وجه الله ناصح لعباده لا غش ولا خداع يطلب فضل الله يأمر بالمعروف ويوجه الخير للمسلمين ويدفع عنهم المكروف هذه تزكيه تجعل نفسه طيب وجسده طيب وروحه قفيفة مقبولة وأموره ميسرة فتخلقوا يعني بمعنى استعملوا مقتضى صفات الله عز وجل ويقول سبحانه من علامة رضا في هذا الأثر الإسرائيلي أن الله عز وجل إذا أراد إذا أراد بيان علامة على أمة رضي عنها أنزل عليهم البطر إبان زرعهم وحبسها عنهم إبان حصادهم وجعل أمرهم في أيدي حلمائهم أمرهم يعني شؤونهم وأمورهم ومجاري حياتهم وجعل منحهم في أيدي كرمائهم جب العبارة بعدها أن أنزل عليهم الغيف إبان زرعهم ويحبس وإبان حصادهم ويجعل أمورهم إلى حلمائهم وفيهم في أيدي سمحاءهم السمح سمحا جمع سمح والسمح سفة مشبهة والسماحة لابد أنها تشتمل على وصفين بذل ما عنده وتحمل الأذى يتحمل الأذى ويبذل ما عنده ولول الذي عمل معه الأذى يعني ليس ببخيل ندي اليدين يعطي حين الحاجة وإذا رأى مكروه تحمل لا ينتقل قال فلال فيه سماحة سيما في البيع والشراء ما يماكس كثير ولا يخدع ويرضى ويعطي ونفسه راضي في ذلك قال إذا أراد من علامة رضى الله عز وجل على القوم أن فيئهم يعني المسؤول عن توزيع المال وزير المالية أو غيره يكون سمح يعطي دون عد صاحب الحاجة يقول تعال من أراد الزواج يسر له أمر ومن عجز عن تحقيق شيء أعطاه كل هذا لأجل أن يستعملوها في طاعة الله مو لو قالوا افتح لنا دار سنما يفزع إليهم لا يا عبد الله إنما يأتي في مرضات الله عز وجل فهو سمح لكن إذا أراد الله عكس ذلك بأمة جعل فيئهم أي ما يطببونه من مال رواتبهم وأجورهم وعطاياهم في أيدي بخلائهم اسمع الآثر أن أنزل عليهم الغيث إبان حصادهم قال يا ربي ما عالمة رضاك عن خلق فقال عز وجل أن ينزل عليهم الغيث إبان زرعهم وأحبسه إبان حصادهم واجعل أمورهم إلى حلمائهم وفيئهم في أيدي سمحائهم قال يا ربي فما علمة صخد قال أن أن ينزل عليهم الغيث إبان حصادهم وأحبسه إبان زرعهم يعني عكس ذلك علامة الصغة ما هي يا ربنا قال أنزل عليهم الغيث إبان حصادهم أفسد عليهم نتاج ثمارهم وأحبسه إبان زرعهم يوم زرعهم ما ينزل المطر لذلك إذا حبس المطر ما أدخل هذا المناخ وهذا الرياح كذا لأن هذا عذب الله من طمس الهدى عن قلوب من لا يعلم أكثر الناس يربطون هذه الحوادث بظواهر هي في معنى قولك الله لا دخل له في هذه ما له شاء إنما هي الكون وهو مجر الرياح وطلوا على الشمس وهبت كذا وهبت كذا ولذلك ما ينبغي للمرء يقول نحن نحاول أننا نعمل كذا لأجل أن ينزل السحاب ونمنع كذا لأجل أن لا يكون كذا لا قل إن شاء الله أمرنا الله عز وجل بأخذ الأسباب لكن لا تقول نحن نحارب الفقر وستكون الأمة في أسعد كذا ولنا من كذا ولا نخاء لا يا عبد الله أنت عبد مسير الله عز وجل يتولى أمرك احرص يا عبد الله وأنت بين أهلك تقول نحن ورثنا هذا المال ما عليكم نتمتع ما شئنا ولا تقول لا عندنا فلان صديق لنا أو قريب لنا يتولى شأن كذا فما نخشى المرض لأنه لو طلبنا الدواء وأحسن طبيب لجأ عوذ بالله لا يا عبد الله ما أراد الله بعبد لا رد لقضائه وإذا أراد الله بحمد خيرا لا مانع من ذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له ماهو خبر نعلم أن هذا بيذي الله لكن يا عبد الله أطلبها من ربك بالعمل الصالح واسأل الله أن يفرج عنك كربك لأنه سبقت منك ما استحققت به هذه فالله وحده الذي يكشب هذا ما أحد أكشفه أدعلم عيالك ولتكن هذا على يقين منك لأنها بصائر وهدى ما يمنحها ربنا إلا لمن علم من عبده أنه يقبل عليه اقرأ ما بعده إنسان أتى للعمرة واعتمر ويريد أن يكثر من العمرة له ولي أبيه ولي أقاربه الأحياء قال أنزل عليهم وأحبسه أبان ذرعهم وأجعل أمورهم إلى سفهائهم وفيئهم في أيدي بخلائهم نكتغي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم إنسان أتى للعمرة واعتمر ويريد أن يكثر من العمرة له ولي أبيه ولي قاربه الأحياء هل يجوز أم لا؟ إلا يجوز ارجع لبلدك يا عبد الله يا من كنت في جدة ارجع إلى جدة فإذا استقررت وردت أن تأتي بعمرة ايتي بها من شئت العمرة الزيارة يعني تيجي إلى مكة لأجل أن تنعش وتعطي أنت يا أهل مكة ما عليكم عمرة لأنها تمتع وأفضل أنواع الحج التمتع لكن أنت لأنك جوار بيت الله أكرم بيت الله بالطواف فمنعهم الله من أفضل أنواع الحج لا للإهانة ولأنهم محرومين لا لأنهم إنما هو لأجل أنهم بجوار بيت عظيم عمروا البيت بالطواف ادعوا الله له هذا السائل يسألني ويعرف الجواب لكن يوم يتناقل الناس الحديث فلان يمنع العمرة ويأخذوها كذا على هوانها ورب ناقل خبر غير صادق فيه وغير فقيه فيه ذاك استغرب وله الحق الاستغرار ويأتي يطرح السؤال بأدب زي هذا ما يقول أنت قلت لكن يقوله بدي أجيب عمرة ثانية ما يمنعك يا عبد الله أفعال الخير كثيرا أنت لو طفت بالبيت وجلست بعد الصبح إلى طلوع الشمس وصليت ركعتين بعدها لك من الفضل ما هو أفضل من عمرة لكن الناس محرومين يضيق صدرهم إلا سيما إذا كنا نسوة النسوة يحبنا الحركة والاختلاط مع الرجال وكذا ولذلك هم الذين يدفعنا أزواجهن لأجل أن يخرجوا بعمرة في رمضان وفي الطواف الموت ولذا كثير من ينكسر العزم في الشوط الثاني والثالث يقول لا كأنها تسلية فلما لم تحصل يأتي الندم يقول نرجع ما ترجع يا عبد الله إذا دخلت في عمر ما ينبغي لك أن تخرج منها حتى تأتي بها وإلا عليك في دياء نعم يقول هل على المتمتع أن يستمر بلباس الإحرام إلى أن يتم طواف الإفاضة والسعي لكونه قد استكمل التحلول الأول من جمرة العقب والذبح بالحلق إيش التمتع هذا مفاهما هو معرف معنا التمتع هذا سؤال ما يقول واحد فهمه ممتع يا عبد الله أن تأتي من بلد بعيدة بعمرة وتتحلل منها يعني أصبحت إنسان عادي تأتي نساءك وتأكل وتغطي راسك وتمص الطيب لا محظور ولا حرج وأنت منتظر الحج فإذا جاء الحج أحرمت من ذلك لها شروط ما تخرج من البلد ما هذه معنى الحمرى بعد ذلك الحج أعرفه كل أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر